تحتاج المؤسسات والشركات وأماكن العمل المختلفة لإعادة نظر وإعادة تشكيل ونظر بموضوع الهيكلية بشكل عام لضمان سير العمل صباح أكيد عدد كثير من نسمع عن حالة إعادة هيكلة بمؤسسة أو شركة ولكن أكيد في أسباب لهذا الشيء شو التغيير اللي بيحصل أصلا ضمن هيئة العملية وكل التفاصيل حنتعرف عليها اليوم مع الدكتور عمار دلول الاختصاصي بمجال إدارة الأعمال الأكيد إضافة للتكنولوجيا أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك وشرفتنا دكتور بداية شو هي عملية إعادة هيكلة مؤسسة أو شركة أو مكانة حقيقة لما بدنا نفكر أنه بدنا نروح باتجاه إعادة هيكلة الفكرة منها شو هي هي أنه نحن نعمل تغيير بطريقة الأقصام وتواصلها مع بعضها وإدارة الأقصام وصلاحياتها ومتابعات الأقصام وكيف عمليا تتقاطع مع بعضها فعمليا منحدد مسؤوليات جديدة ومهام جديدة ومنقاطع المهام مسؤوليات لندير الوظيفة تبع الشركة اليوم دكتور ممكن شركة تكون عم تفتتح جديدا وبالتالي هي بحاجة لهيكلية معينة ولكن شركة ماشية على الطريق شو سبب إعادة الهيكلة فيها؟ هلأ في كتير أسباب ممكن بتأدي الإعادة الهيكلة اللي هي بسموها وهي مصطلح من شوفه كل الشركات في حالة مصار في عندها أقصام خاصة للري أرغانيزيشن ضلت عم تعد هيكلة طول الوقت الفكرة أنه حطيكم بعض الأسباب مثلا سبب واقم أول أنه مثلا يكون في شركة فتحة أعمال جديدة فالأعمال الجديدة تتطلب أنه تكون في أقصام جديدة أو أقصام تندمج مع أقصام أو أقصام ترتبط بأقصام ما كانت مرتبطة فيها بسبب الأعمال طريقة تبعية الأعمال جديدة مثلا شركة عم تشتغل خدمات واللي يكون مثلا حدا بقطاع التكنولوجيا عم يعمل خدمات تكنولوجية صيانة وإلى آخر والسوفتور اللي هو ولكن صار عندك قسم علاقة بالتوريدات صارت تجيب كمان الحواسب والسيرفرات والشبكات فهون مرتبطين ببعضهم فيمكن تقول لك أنا بدي قسم التوريدات اللي كان عندي مشتريات كبروا وأدمجوا مع قسم الفني يصير القسم الفني مشرف عليه لأنه بدي قللهم شو بدنا مثلا فبصير هون في أعادة هيكل أنا عم بعطي مثال كتير صغير عن شي كتير كبير بس مش هنسهل الفكرة هلا مثلا مثلا مثال تاني بتكون مثلا في شي نوع من أنواع يعني شركة اندمجت مع شركة أو استحوزت من شركة أو استحوزت على شركة فهون بصير كمان بدنا نطابق الهيكلتين مع بعض فمنعمل هيكلية جديدة الفكرة أنه بيكون هاي الشركة بمكن صغيرة كتير ونحنا شركة كبيرة أو بالعكس أو ممكن ندمج شركتين وبعض فهون كلها بدأ ريستراكشرينج هيكلة جديد فكرة ثالثة عم بعطي كتير أفكار بس ولكن هنا لا غير محدودية يعني فكرة ثالثة أنه رح نشترينا نظام إدارة موارد أو عدلنا بأنظمة التكنولوجيا تبعنا وبالتالي هذا الحكي يتطلب لما من ركب ومنلاقي أنه في أماكن صار معد في داعي يكون فيه موظفين أنه سيستم صار يدير العملية مثلا موظف الأرشيف صار سيستم فيه أرشيف معد فيه داعي فهنا مثلا بدي إلغي قسم الأرشيف وقدم جماعة شي تاني مثلا اليوم مثلا قسم إدارة موارد أو بجوز مثلا زيد عمال أو نقص عمال أو موارد شو حسب اللي عم فاليوم الأسباب غير منتهية اللي تؤدي إلي عادة وغالما بوجود المنافسة لأما المنافس بيتحرك بسموه انوفيشن يعني أنا باليوم عندي التحفيز بالمنافسة أنه بيكون عندي منافس بلش بنفس بيشتغل نفس مجالي طلع بمنتج جديد أمصار يستقطع بالسوق لأنه عنده هذا المنتج ويركب عليه المنتجات الأديمة وبالتالي اليوم صرت مضطر غير بدي غير بدي روح بريستركشور أو بدي روح مثلا بعملية ضيف أنه جزء مثلا كنت ساوي مثلا المنتج مثلا منتج غزائي بس ما ساوي العبوة مثلا اشتريها جاهزة لأيت معا لقدر نافست لازم ساوي العبوة أنا فهون كمان عندي ريستركشور لاندي عمليات تصنيع وقصة تصنيع وكواليتي وجودة وإلى آخرين يعني الموضوع دكتور هو دائما مبني على حدث ما مفصل ما أم أنه ممكن يكون موسمي نحن بهذا الوقت من كل سن نعمل إعادة نظر بالهيكلة وشو هو هذا الوقت الممكن هو مطلع سنة هو بنصف السنة هو إعادة الهيكلة مانا مرتبطة بالسنة المالية غالبا سنة المالية وليك مستوى للسنة لآخر السنة إعادة الهيكلة ممكن تكون لحظية بحسب قرار التوسعة يعني أحيانا اليوم نحن نسمع كلنا الشركة عملي خطة للسنة الجاي توسعة واحد اثنين ثلاثة بمجال فلان فلاني ولكن دائما فيه كمان توسعات أو تغييرات مفاجئة يعني أنا ماشي بخطة لتبع التوسعة عام بنصف السنة دخل الشركة الجديدة على السوق وعملت شي حدث أنا اليوم إذا ما رحت عملت ردة فعل الحدث ضليت ماشي على الخطة مثل ما صار مع نوكيا نوكيا كانت رقم واحد بالعالم صحيح فات الأندرويد بلشت النوكيا تصرر أنه ماشي ضمن خططها بالتوسعة وتوسعة المنتجات وتطوير المنتجات والرن دي والأبحاث تبعها وصلت لمحلة اصطدمت اكتشفت أنه غلطت أنه ما راحت مع الحدث ونقلت على سيستم سمارت وتليفون توتش وإلى آخره بالسرعة الكلية خسرت كل السوق وراح السوق باتجاه شركات منافسة اللي بتستعمل الأندرويد دكتور في حالات معينة مثل ما عم تقول أنه يصير مثلا في فشل معين خلينا نقول كانت الأسباب اللي حكيت عنها تطويرية دائما في مشكلة في فشل بأداء الأقسام وإلى آخره بيتطلب إعادة هيكلة 100% هلأ أحيانا بتكون في تقاطعات والضاربات بين الأقسام يعني بيكون في قسم مرتبة شغلة بقسم ولكن هم فصلين فتضارب القرار بيعمل لي إشكالية بالعمل هون لازم أعمل عملية دمج هلأ ما دائما توسع بيوست صغير جزء من عملي يتحول أونلاين وصار بطل في شغل فيمكن أنا بدي أزغر حجم العمل وأنت دكتور ما حبت تحكي عن صرف الموظفين بس يبدو أنا اضطريتك 100% فاليوم ممكن أنا يكون عندي نوع من أنواع تقليص العاملين أو توسعة العاملين فاليوم القصة هي بدأ تكون بريثينج يعني عم تزغر وتكبر حسب العمل يعني مثلا في شركة اتصالات موبايل بسويل تعمل بخمس لسبع موظفين كلها وكلها ماشي بسيستم أنه عندها متعحدين سب كونتراكتر أخذين الشغل بقسم المبيعات هو شركة قسم التسويق هو شركة لحارة يعني شركة عاملة قسم الفني معدين للشركة وخمسة لسبع أشخاص بيديروا العمل من بعيد هي شركة الاتصالات فيمكن أنا يكون راح أتعم بغير ستايل شركة الاتصالات لكون هيك وهنا من 3000-4000 عامل يصيروا سبعة ولكن هذه العامل ممانطة راحوا صرف من العمل مع تلاقوا شغل ولكن راحوا مع شركة تخديمية لهذه الشركة فاليوم هالهيكلية صارت أكبارة عن سبع أشخاص من توازعهمها هل شي بيخفف نفقات أو بيسيدة؟ حسب طبيعة العمل يعني في أعمال أنا لازم يكون الشغل عندي وفي أعمال لازم يروح سب كونتراكتر وفي حجم معين بيسموه ثريشولد اللي هو هذا حدي تحته لازم أعمل شي فوقه لازم أعمل شي يعني مثلا إذا كان أنا عندي مثلا الشركة عبارة عن ستة موظفين مو معقول أعمل قصة موارد بشرية ولكن لأنه أنا اليوم عندي أصلا الشركة هي صغيرة قوامة صغيرة small and medium business فاليوم لما بتكبر الشركة فهون سب كونتراكتر بيجي شركة شو شركة إدارة موارد بشرية بكم تفهمها أنه أنا تتأمين لي موظفين تعبعي لياهون تفهمها التدريب والتأهيل للموظفين وإلى آخري هاي شركة بتخدمني من شركات التوظيف خلي نسميها هلأ كبرت صرت عندي 200 موظف بعد فترة 100 موظف عند حد معين بدي أفقد السيطرة أنه غير ما أعملها لوكالي فبدي أجيب قسم موارد بشرية ويصير يدير هالعمل عندي لوكالي فهي فيه threshold أنا بحدده حسب طبيعة البزنس التبعي عند مين بتدروه هلأ تلاقي شركات مثلا عاملة شركات إضافية للخدمات الصيانية للتنظيف وإلى آخر بمحل معين تقول لك لا أنا هخدم حالي لأنه بقدر سيطر أكتر حسب بابس يعني ذكرنا موضوع الموارد البشرية فأديش دورهم مهم أو فاعل بموضوع إعادة هيكلة مؤسسة سيما هي هي يعني هي من إعادة الهيكلة تجي مختلطة يعني الموارد البشرية أو الـ HR بشكل عام مؤسرين فيها كتير ولكن هي قرار مانو HR وقرار بيزنس ستيرينج يعني اللي عم يقود البزنس مين عم يقود البزنس مجلس إدارة هيق ما بعرف مين شخص صخصين عشرة هالمجلس إدارة أو اللي معنيين بالبزنس بعش شركة بيسمون ستيرينج كوميتي أصلا بالعلم الإدارة بيسمون ستيرينج كوميتي اللي هي اللجنة اللي بتدير العمل كله هدول المعنيين بإعادة الهيكلة هلأ التنفيذ على الأرض يعني فينا نقول نحن في عنا خطة إعادة هيكلة وفيه تنفيذ الخطة عند ستيرينج كوميتي ولكن التنفيذ ممكن يكون عند قسم موارد بشرية وتوابع يعني ممكن بشي معين بيشتغل مع قسم فني بشي معين بشي معين مع قسم مالي بشي معين مع قسم إداري وإلى آخر ليرجع عيد الهيكلة ولكن هون كمان حسب حجم الارجانيزيشن يعني إذا عم بعيد هيكلة شركة انترناشنال قوامة 80-90 ألف موظف عم نحكي عن شركات عملاقة غير لما بعيد هيكلة شركة مؤلفة من بناء واحد كلات ونجم بعض غير لما بعيد شركة طابق فيه 50 موظف أوبين سبيس يعني كل شي بده ترتيبات لإعادة الهيكلة وفيه اختصاص بالإدارة هو وكيف بتنفزه كيف تقول لأليات لأنه ما فيك انت تنام تفيقي تقول الموظف كنت عم تشتغلك بتفوت بالحيط بالبزنس كله فبده شي اللي هو بتسموه اللي تسموه تعمل ميرجين كنت تروح شوي شوي تنقله من مكان لمكان بطريقة صحة تدريب مثلا مئة بالمئة في برامج معينة لازم تكون محطوطة إن كان تدريب تأهيل إن كان تقارير تعمل ما بعرف شو قوالب يعني أنا اليوم بدينقله لو صار تقريره به الشكل بدي يكون مجهز القالب تبع التقرير لأشكال خطات إعادة الهيكلة تمام هلأ الفكرة إذا بنا نمشي بإعادة هيكلة هون بدي بليش أنا فكر كيف بدي بليش أعمل خطة إعادة هيكلة صح وليش بدي أعمل هذه هيكلة فأول شي عندي هون بيسموه الشارتر يعني شهادة ميلاد إعادة الهيكلة بدي شوف أنا لين بدي روح فيها يعني أنا الهدف بإعادة هيكلة هو خفض نفقات هو تكبير هو توسعة الاستثمار هو الدمج حسب الخطة هلأ نحن اليوم لين التارجد نوصله هذا التارجد بدنا نفرغه على شكل بنود هالبنود هي كل بنت بده تحته يتطلب مكان ما بالإعادة يعني أنا بعد ما فرغت الدمج قلت أنه أنا بالدمج هوني عندهم قسم ما بعرف شو مشتريات لحال وقسم المصروفات لحال مثلا اللي بيشتري لصالح الشركة لحال والي بيشتري لوجستيكس لصالح الغير لحال أنا هوني عندي بالشركة القديمة لأ هوش قسم واحد فهوني بدي شوف كيف بدي أعمل عملية الدمج بيناتهم وحط بروسيجرز وبروسيسيز يعني عمليا هو عبارة عن إجراءات خلني سمي إجراءات تنفيذية قدر وزع على الاتنين يفهموها لأقعد معهم باجتماع وقدمجهم وأهم شي بهذه القصاص اللي هو البرينستورمينج مع المجموعة نفسها يعني أعمل عصف ذهني معهم وكون المقابلات معهم شخص يعني أنا بجمع العالم هدول المهنيين بالإعادة وبتناقش معهم الإعادة والهيكلية لأن الموظفين المسؤولين هنا يعني الموضوع صاروا فهمانين ليش رايح حيك عم بعمل وصاروا في مكان ما قد ما غطيت القصة ببروسيسيز ورق وإجراءات في مكان ما بده قرار يعني شخصي شخصي بيتدخل لأنه هيلة نحن من عمله هون إذا ما كان فهمان الصورة كلها ما حيقدر يقرر يعني اليوم أنا قد ما كتبت اللي ورق أنه إذا صار هيك أنت بتعمل هيك ولكن في مكان ما حتجي حالي حجي لعنده الموظف للمدير حيقل له شو أعمل بهي الحالي هون إذا هو فهمان الصورة من فوق يعني مشانك بجمعه أنا بقدر بيقدر يعطي قرار أما إذا أنا عامل شي وهنا بآيلن تاني بجزيرة الحال ونحن بحال نعمل هالإعادة الهيكلة حتكون فيه إشكاليات كتير كبيرة يعني إذا بنلاحظ أونلاين إذا بنقرأ أي فيديو يوتيوب هالإعادة الهيكلة بتلاقيه بمسارح يعني بتلاقيه جاي بالموظفين على مسرح وجاي مدير تنفيذ الشركة عم يحكي لهم وين الشركة من رايحة بالعموم لحتى كل واحد بحسب قسمة نعرف كيف رايح قسمة طيب تغيير الاختصاص أو المجال بشكل عام خلينا نقول هاي المجازفة أو المغامرة اللي ممكن تكون فيها شركة ما أنا تغير منتجة بالمطلق تغير الاسم تروح لهذا المنحة هل هي مجازفة هل هي تصنف ضمن إعادة الهيكلة طبعا هلأ نعرف مساء أعطيكم مثال شركات ضخمة من شركات الصينية من شركة هواوي الصينية كبيرة بالأساس هي شركة ساعات 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 بتساوي ساعات وتطورت بالتكنولوجيا لقيت أنه ممكن تساوي تليق هاتف وبعدين تطورت لصارت أكبر شركت صلاة بالعنام فيعادة الهيكلة اليوم إذا منقراها باستيرينج كوميتي عمستو أصحاب الأعمال والشيرغولدرز إنهم بيشوفوا القصة أرقام فاليوم هو شايف هلأ أنه هذا البزنس بلا شي خف بدي طلع بزنس من مكان تاني فشو البزنس القريب للعالم اللي عنده لأنه في شي اسمه Human Capital Index اللي هو خلينا نسميه إنه شو عندك موارد بشرية بالمنظمة أو المؤسسة أو الشركة تبعك هذا العالم البشرية هي اللي تقدر تتكل عليها أنت لتفتح أفاق جديدة أو تكبر أو تصغر أو تحول أو تعمل الدكة فاليوم أصحاب القرار عندهم بشوفوا الأرقام معينة إنه لازم يروحوا بمكان تاني ليا بدهم شي قريب يدروا يمشوا بنفس المنظومة يدخلوا منتج يعني ما بيكونوا عم يشتغلوا مثلا غذائية يلاقوا حالهم عم يصنعوا خشب يعني كير بعيد ولكن اليوم ممكن بمكان ما أقدر ضيف شي تحت المجموعة يعني بيقدر يقرب على القصة فهون ستيرين كومبيتي بتقرر صاحب العمل اللي بدك يا صاحب المستثمرين اللي بدك يا بيقرروا شو اللي قريب على عملهم اللي يقدر يدروا بنفس المنظومة هلأ مشان هيك طلع فكرة شركات القابضة بعد فترة شركات القابضة وصارت تعمل تيجي هي شركة هي شركة تعمل بشركات ما عندها business يعني شركة قابضة ما بتشتغل بشي معين بيليك شركة قابضة يعني لا بتستورد شي معين ولا بتصدر شي معين ولا بتشتغل بالخدمات ولا بالعمار ولا بشي هي شركة قابضة شركة مالية فقط بتساهم بالمالية فقط بالمساري بشركات كل شركة لاختصاص هون صار فيه ستيرين كميت كبيرة عادفه وبتقول انه هذا البزنس خرجي نحط بهذه الشركة او حنعمل شركة جديدة اختصاصة هذا الموضوع ونحط فيها جزء من هاي وصارت سنديق الشركات هنا من خلال القابضة قدر تدورها بحسب البزنس كيف رايح مشان هذا مشان هيك طلع فكر الهولدين كومبانيز كل الشكر لألك دكتور عمار على كل هاي التفاصيل يعني ان شاء الله فعلا يكون في استفادة بالشركات السورية من الطريقة المعيارية بالتفكير كيف يتم هيكلتها وعملها شكرا كتير لألك شكرا لكم